أنا المفروض وأنا في مصر أتكلم على مستقبل صناعة السيارات في مصر بشكل عام ولا أتكلم على مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر بشكل خاص أبدأ من سيد الله وحسين هو طبعا المفروض أن احنا نتكلم عن مستقبل صناعة السيارات بواجهة عام لما نيجي نخص السيارة الكهربائية بواجهة خاص يبقى عندنا بالفعل تصنيع سيارة كهربائية وبنتكلم على مستعبالها احنا حتى الان لم يتم تصنيع سيارة كهربائية واحدة داخل مصر كلها محاولات وانا اتمنى لها النجاح بالفعل وخاصة في الشركة الحكومية اللي موجودة اللي بيتم يحياءها الان يعني سمعين ان في قاربنا التعاقد للتصنيع عن 25 25 اه فاحنا لسه بدري شوية على ان احنا نقول صنعنا سيارة كهربائية طب كان تم الاعلان قبل كده كتير عن ان بعض شركات القطاع الخاص عرضت بعض السيارات الكهربائية لتصنيعها كان واضح انها لن تصنع ليه؟ لان بعض السيارات اللي اتعرضت كانت من وجهة نظري يعني كراجل دي شغلتي يعني مجرد بديل للتوك توك يعني انا انا عايز سيارة كهربائية اتعامل معها كسيارة عائلية عربية توديني وتجبني وتسافر وتشيل امتاتي لكن لما اجيب سيارة بديل سرعتها قصوى 60 كم مثلا يبدأ اسمه بديل التوك توك فلم تتم تصنيع السيارات الكهربائية التي اعلن عن التفكير في تصنيعها في بعض شركات القطاع الخاص الامل في الشركة الحكومية اللي بيوعد احياءها الان ان هي تعمل تعاقد بقى يعني مش عايزين كل حاجة تبقى مذكرة التفاهم او خطابات نواية يا لا اعايزين تعاقدات بقى ونشوف مصنع شغال وخارج منه السيارة تعرض في المعارض